واشنطن تسير في طريق تطوير قواتها الجوية البنتاجون يبحث عن طائرات بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي ومنخفضة التكلفة مشروع الطائرات القتالية هذا يعد جزءا من برنامج بقيمة 6 مليارات دولار سيوفر حوالي ألف مسيرة صحيفة وولستريت جورنال ذكرت أن هذه المسيرات ستنتشر جنبا إلى جنب مع الطائرات العادية وستوفر لها الغطاء كما ستعمل كمرافق بقدرات أسلحة كاملة ويمكن أن تعمل كمراكز استطلاع أو مراكز اتصالات المسيرات ستكون ذاتية القيادة ولا ترفض الأوامر وستوفر وحدات صغيرة وذكية ورخيصة وكثيرة للجيش الأمريكي مما يساعد في إصلاح التحول البطئ للغاية في الابتكار العسكري الأمريكي وولستريت جورنال لفتت أيضا إلى أن شركات كأندوريل إندوستريس وبوانغ وجنيرال أتوميكس ولوكيد مارتين ونورثروب جرومان تتنفس فيما بينها للحصول على عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الخصوص خطوة واشنطن تأتي بسبب التكلفة المرتفعة للطائرات العسكرية الحالية والتقدم في برامج الطيران فالولايات المتحدة تسعى لتعزيز الأسطول الذي يقول قادته إنه الأصغر والأقدم منذ أن أصبح خدمة منفصلة بعيد الحرب العالمية الثانية بلال البجديني الحدث ترجمة نانسي قنقر